اشتركوا في القناة كتب المؤلف بن كسين الشيخ بأنه ليس من مسؤولية والد الطفل الزاني أن يربي أو يراعي الطفل بأي شكل من الأشكال وأن العابق يقع على الأم هل من الممكن أن تقدم الدليل على هذه العبارة؟ واحد بيسأل أنه أرى حاجة تخالف العقل وهي أن الطفل اللي ييجي من الزنا أبو الزاني مش ملزم بربعته بأي شكل من الأشكال وأن العابق كله بيقع على الأم وخلينا نشوف الإجابة أحكام الله كلها عدل وأقوال وكلها صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام والأصول الدينية والضوبة الشرعية السابقة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء ليست مجالا للشك ولا تقبل المناقشة عند المسلم المستسلم لله ومرجع المسلم في الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة وفهم العلماء السقاط للكتاب والسنة وليس ما يخطر بباله أو يستحسنه بعقله لكن الإنسان قد تعرض له شبهة تدفعه للبحث عن الحكم الشرعي كما حصل لك أيها الأخ السائل فتعال بنا نرجع إلى الشريعة وكلام العلماء أول حاجة في الإجابة أنه قفل عليه التفكير في الموضوع وقال له أحكام الله كلها عدله واللي أجمع عليه العلماء غير قابل النقاش وما فيش شك أصلا وأنه مرجع المسلم هو عقله ومرجع الكتاب والسنة وفهم العلماء السقاط وبعدها ذكر حديثين أنا مش أقرام عشان وقت الحلقة ولكن ملخصهم واحد اسمه ماعز اعترف للرسول الإسلام أنه زنة فالرسول مشيه ورجع له تاني يوم عايز يترجم وكرر الموضوع ده ثلاث مرات كل ما الرسول بيمشي بيرجع يقول له طهرني وفي الآخر اترجم والحديث الثاني لما الغامدية قالت أنها زنت ومشيها رجعت له تاني يوم وقالت له أنها حامل فرح قال لها لما تولدي ورجعت له بعد ما ولدت قال لها لما تفتمي الولد وفي الآخر حفر لها وحفرها ورجمها وعطى الولد لواحد مسلم بيربي وخلينا نكامل الإجابة ويأخذ من هذا الحديث أن أولى الناس بحضانة ابن الزنة هي أمه لأنها أقرب الناس إليه لما جبلت عليه الأم من الشفقة على مولدها وهو أمر مشاهد لا ينكره أحد لكن ليس ذلك على سبيل الإلزام فإن تخلت عنه كان على وليه أمر المسلمين أن يهيئ لها مرضاعة حاضنة ومن يقوم بأمرهم يبقى أولى الناس بحضانة ابن الزنة هي أمه لأن طبعا دي حاجة متشافة أن الأم هي بتشفق على أبنها وقال حاجة غريبة أنه مش على سبيل الإلزام يعني ابن الزنة مش ملزم من الأم الأم ممكن تزني وترمي ابنها وده كله لأنه ابن زنة يعني الأولاد اللي بيرموهم على باب الجامعة ده تصرف شرعي هي مش ملزمة منه خلينا نكمل الإجابة إنه من رحمة الله تعالى وكمال العدل أنه لم يحمل الولد من الزنة معرض جناية والديه وبالتالي فإنه يحكم له بالحرية وله حق الرعاية حتى يشب ويصير قدرا على الكسب ثالثا لا يخفى أن الأم لا يلزمها شرعا تجاه ولدها الشرعي نفقة ولا رضا ولا أحضانة وهنا بيقول لنا أن ابن الزنة مش هيتحمل اللي فعلوه أبوه من المعايرة يعني طيب فيه سؤال هيتسمى باسمي مين لما مش هيتحمل المعايرة لما ما ينسبش الأبوه الزني وبعدين قال إيه أن الأبن اللي مولود أصلا شرعا يعني من أبوه أموه شرعيين غير ملزمة تجاه ولدها بنفقة يعني الأم اللي بتخلف عيالها عادي وبيجواز وكل حاجة هي مش برضو مش ملزمة بالنفقة ولا رضاعة ولا حضانة وبصراحة أنا استعجبت لما الإسلام لا يلزم المسلمة لا برضاعة ولا نفقة ولا حضانة يعني ما تربيهوش طب إموه المخلفاه ليه عشان ترميه أي مسلمة لما تولد ممكن تقول أنا مش ملزمة بابني وخلينا نكمل الإجابة أما النفقة فهي من واجبات الأب أما الرضاعة فإنه يكون المنظور فيه مصلحة الزوج أو الأم أو الولد وعلى كل الأحوال فلو امتنعت من إرضاعه أو طلبت الأجر على ذلك فلا حق في هذا كله ويكون على الأب أن يسترضع لولده لأن ذلك على الأب وحده وليس له أن يجبر الأم على ذلك والله يقول والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين وهذا في حال التراخي أما في حال التعاسر فقد قال تعالى وإنت عسرته فسترضع له أخرى أما الحضانة فإن الأم أحق بها من غيرها نظرا لعزم شفاقاتها على الولد لكن لو سقطت حقها في ذلك فإنها يسقط وتنتقل الحضانة إلى غيرها من جدة أو غيرها على خلاف مدون في محله في كتب الفقه فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للولد الشرعي فإن الولد من الزنا أحرى أن لا يلزمها نحو رضاع ولا حضانة إلا إنخيف هلكه إنما يتحمل أعباء ذلك من بسط الله يده من أهل الولايات أو من يقوم مقامهم بهذا ينجل الإشكال والله أعلى يبقى الأم من حقها تقول مش هردع ابني ولها ربي ابنها الشرعي فمبارك بقى بابن الزنا أحرى أنه لا يلزمها نحو رضاع ولا حضانة ولا نفق ده من ناحية الأم خلينا نكمل الإجابة من ناحية الأب الزني الولد للفراش وللعاهر الحجر قال في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مسلم أنا رسول الله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال الإمام النبوي العاهر هو الزني ومعنى وللعاهر الحجر أي له الخيبة ولا حق في الولد وعدت العرب أن تقول له الحجر يهدون بذلك ليس له إلا الخيبة لا يثبت نسب الولد من الزنا وبناء على الحديث النبوي الشريف الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنا أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزني ولا يلحق به بذلك قال الفقهاء وهنا بيقول لنا أن الولد للفراش يعني أي صاحب العقد يعني إيه؟ يعني لو واحد زنب امرأة متجوزة الولد لا ينسب للزيني إنما بينسب لزوجها صاحب عقد الزواج اللي هي متجوزة وهنا في سؤال مهم هو ده مش تبني بالإكراه للزوج يعني الزوج يتكتب باسمه ولد مش ابنه بالعافية وكمان ده بيعتبر اختلط أنساب وعشان وقت الحلقة أنا هختصر أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنا الفقه الزهري والحنف يقول مالكي وعلى فكرة مش دول بس يعني ده كلهم أجمعوا أن الولد لا ينسب للزيني لأن الحديث الصحيح بيقول الولد للفراش وللعهر الحل حتى لو اعترف الزيني والزانية مش هيلحق بهم الولد ونكمل الإجابة الولد من الزنا يلحق بالمرأة الزينية والولد من الزنا لا يلحق بالرجل الزيني كما ذكرنا ولكن يلحق بالمرأة الزينية التي ولدته إذا ثبت ولادته له فقد جاء في المبسوط أقر إنه زن بامرأة حرة وإن هذا الولد ابنه من الزنا وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت من واحد لقوله الولد للفراش وللعهر الحجر ولا فراش للزيني فإن شهدت القابلة أي شهدت بولادتها ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يصهر بشهادة القابلة لأن انفصال الولد عنها معين فلهذا ثبت النسب منها يبقى ولد الزيني لا ينسب للرجل الزيني أو ست الزينية اللي ولدته إلا في حالة واحدة لو فيه شاهد على الولادة زي اللي قابلة اللي هي ولدتها كده ماشي كده ينسب لإيه للأم لكن كل الحالات لا ينسب للأب حتى لو أقروا أنه ابنه يعني الزيني قال ده ابني هقولون لأ وأنا هسيبكوا تكملوا الإجابة وكمان في حاجة كمان لو الزيني حاب يتجوز اللي زينة بيها ولدت له لازم يخبي أنه ابنه من الزينة والحالة دي بس ممكن ينسب الولد ليه والسؤال اللي هسيبه في آخر الحلقة لاختراط الإنساب ده كله ليه ما يكونش الإسلام أنه ابن الزينة ينسب للأب طيب والأب يتحمل المسؤولية يعني الزيني اللي يزني هو اللي يتحمل المسؤولية للأبن وبعدين كده أنت بتشجع أن أي زيني يكون مستحة تريزني مع واحدة متجوزة أو واحدة مش متجوزة مش هينسب للطفل فأنا بسأل السؤال ده وبسيبه معاكم هل يوقع أن ولد الزينة ما بينسبش لأبو الحقيقي وينسب لناس تانية وألتقي بكم في الحلقة القادمة من زين وجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر